اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية في مقر وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية في مدينة برلين اليوم مع معالي السيد هيكو ماس وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية بحضور سعادة السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وجرى خلال الاجتماع التأكيد على عمق علاقات صداقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تشهد تطورا ونموا في شتى المجالات وسبل تعزيزها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين كما تم تبادل وجهة النظر إزاء عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصحتين الإقليمية والدولية اشتركوا في القناة